اشتركوا في القناة وقامل عبدالله الشام بامعائه الخاوية قرارا من سلطات الانقلاب باخلاء السبيل القرار المفاجئ جاء بعد رحلة طويلة قضاها مراسل شبكة الجزيرة بين السجون المصرية تعرض خلالها لحرب اشاعات ومحاولات عديدة من سلطات الانقلاب للتعتيم على قضيته القضية التي اخذت بعدا دوليا واسعا عبر مطالب صحفيين عالميين ومنظمات حقوقية واعلامية دولية بالافراج عن مراسل الجزيرة غير ان الشامي الذي خسر في اضرابه اكثر من 40 كيلو جراما من وزنه رفض انهاء اضرابه رغم المحاولات المتكررة لكسر عزيمته واكد في رسائل عديدة بعث بها من داخل محبسه مضيه في معركته حتى النهاية رغم ثمنها الباهظ وربما كان الشهر الاخير للشامي في محبسه هو الاكثر ديراماتيكية في نضاله الذي استمر اكثر من 300 يوم فمنذ منتصف شهر ما يختفى الشامي من زنزانته في سجن طرة ليظهر بعد ايام في سجن العقرب كما كشف في رسائل بعث بها من محبسه عن تعرضه لمحاولات تغذية بالقوة كما نشرت صفحة غير رسمية لوزارة الداخلية يديرها ضباط بالوزارة صورا له وهو يأكل اكدت اسرته فيما بعد انه لا يعلم عنها شيئا ما يشير الى انه تعرض للتخدير كي يتم التقاطها له ضمن مساعي السلطات للتشويش على اضرابه الشهر الاخير شهد ايضا اعلانا ناشطتين الحققيتين البارزتين عيد سيف الدولة وليل سويف اضرابهما عن الطعام تضامنا مع اسرة الشامي في محنتها انتصر الشامي اذا في معركته لكن انتصاره كما هو انتصار للصحافة الحرة فانه يمثل دعما لقضية اكثر من اربعين الف معتقل سياسي في السجون المصرية لم تجد اسماء اكثرهم طريقا الى وسائل الاعلام ما دفع نشطاء وحقوقيين الى اطلاق الحملة الشهيرة الحرية للمعتقل